تاقد الهيئة المصرية للشراء الموحد مؤتمراً صحفياً عن المنتدى الطبية الأفريقية الأول أفريكا هيلث إكس كون وللمزيد ينضم إلينا مراسل تلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية ماذا لديك بشأن مؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد نعم هو مؤتمر صحفي ولكن أيضاً هي ندوة تحترية لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بشكل عام في مواجهة أزمة التداعيات الخاصة بفيروس كورونا وخصوصاً المستلزمات الطبية لذلك ربما مبادرة مصرية خالص ليكون هذا المؤتمر الطبي الذي سيعقد في يونيو من 2022 أي يونيو القادم من 5 يونيو إلى 7 يونيو 2022 هو المؤتمر الطبي الأفريقي الأول كما ذكرت أفريكا إكس كون إذن هذا المؤتمر سيكون خاص بمكافحة تداعيات كورونا وأيضاً الاعتماد الكلي على البلاد الغنية هنا في القارة الأفريقية لاستخدام الموارد اللازمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة الوسائل التكنولوجيا الحديثة بالطبع في جميع المجالات الخاصة بيئة طب سواء كانت المستلزمات الطبية سواء كانت الأغزاء الخاصة بيئة الأسنان أو بعض المجالات الطبية الأخرى ولكن الاستعدادات ستكون هنا بالطبع منقشة التحديات المتلوارد مواجهتها خلال القارة الأفريقية بالطبع تطبيق أجندة 2063 وهي الأجندة التنمية المستدامة الأفريقية بالطبع فيه لارتقاء بجميع المجالات ومن أهمها بالطبع المجال الصحي نعم كريم بي بارس مراسل تلفزيون المصري من مقر نعقاد مؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد شكراً جزيلاً لك